بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبعه داه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس الثاني من دروس تفسير سورة الذاريات للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية الخامسة وما بعدها إلى الآية الخامسة عشرة من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون يقول الإمام في تفسير قوله تعالى إنما توعدون لصادق ما يحتمل أن تكون مصدرية معناه الإعاد صادق ويحتمل أن تكون موصولة أي الذي توعدون صادق والصادق معناه ذو صدق كعيشة راضية ووصف المصدر بما يوصف به الفاعل فيه إفادة مبالغة فكما أن من قال فلان لطف محض وحلم يجب أن يكون قد بالغ كذلك من قال كلام صادق وبرهان قاهر للخصم أو قال غير ذلك يكون قد بالغ والوجه فيه هو أنه إذا قال هو لطف بدل قوله لطيف فكأنه قال اللطيف شيء له لطف ففي اللطيف لطف وشيء آخر فأراد أن يبين كثرة اللطف فجعله كله لطفا وفي الثاني يعني في وصف المصدر بما يوصف به الفاعل لما كان الصدق يقوم بالمتكلم بسبب كلامه فكأنه قال هذا الكلام لا يحتاج إلى شيء آخر حتى يصح إطلاق الصادق عليه بل هو كاف في إطلاق الصادق لكونه سببا قويا وقوله تعالى توعدون يحتمل أن يكون من وعد ويحتمل أن يكون من أوعد والثاني هو الحق لأن اليمين مع المنكر بالوعيد لا بالوعد وقوله تعالى وإن الدين لواقع أي الجزاء كائن وعلى هذا فالإعاد بالحشر في الموعد هو الحساب والجزاء والجزاء هو العقاب فكأنه تعالى بيّن بقوله إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع أن الحساب يستوفى والعقاب يوفى ثم قال تعالى والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف وفي تفسيره مباحث الأول والسماء ذات الحبك قيل الطرائق وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد طرائق الكواكب وممراتها كما يقال في المحابك ويحتمل أن يكون المراد ما في السماء من الأشكال بسبب النجوم فإن في سمت كواكبها طريق التنين والعقرب والنسر الذي يقول به أصحاب الصور ومنطقة الجوزاء وغير ذلك كالطرائق ويحتمل أن يكون المراد ما في السماء من الأشكال بسبب النجوم فإن في سمت كواكبها طريق التنين والعقرب والنسر الذي يقول به أصحاب الصور ومنطقة الجوزاء وغير ذلك كالطرائق وعلى هذا فالمراد به السماء المزينة بزينة الكواكب ومثله قوله تعالى والسماء ذات البروج وقيل حبكها صفاقها يقال الثوب الصفيق حسن الحبك أو يقال في الثوب الصفيق حسن الحبك وعلى هذا فهو كقوله تعالى والسماء ذات الرجع لشدتها وقوتها هذا ما قيل فيه البحث الثاني في المقسم عليه وهو قوله تعالى إنكم لفي قول مختلف وفي تفسيره أقوال مختلفة كلها محكمة القول الأول إنكم لفي قول مختلف في حق محمد صلى الله عليه وسلم تارة تقولون إنه أمين وأخرى إنه كاذب وتارة تنسبونه إلى الجنون وتارة تقولون إنه كاهن وشاعر وساحر يقول الإمام وهذا محتمل لكنه ضعيف إذ لا حاجة إلى اليمين على هذا لأنهم كانوا يقولون ذلك من غير إنكار حتى يؤكد باليمين إذن لا يحتاج إلى يمين الثاني إنكم لفي قول مختلف أي غير ثابتين على أمر ومن لا يثبت على قول لا يكون متيقنا في اعتقاده فيكون كأنه تعالى قال والسماء إنكم غير جازمين في اعتقادكم وإنما تظهرون الجزم لشدة عنادكم الوجه الثاني إنكم لفي قول مختلف أي غير ثابتين على أمر ومن لا يثبت على قول لا يكون متيقنا في اعتقاده فيكون كأنه قال تعالى والسماء إنكم غير جازمين في اعتقادكم وإنما تظهرون الجزم لشدة عنادكم وعلى هذا القول فيه فائدة وهي أنهم لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تعلم أنك غير صادق في قولك وإنما تجادل ونحن نعجز عن الجدل قال والذاريات ذروة أي إنك صادق ولست معاندا ثم قال بل أنتم والله جازمون بأني صادق فعكس الأمر عليهم الوجه الثالث إنكم لفي قول مختلف أي متناقض أما في الحشر فلأنكم تقولون لا حشر ولا حياة بعد الموت ثم تقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة فإذا كان لا حياة بعد الموت ولا شعور للبيت فماذا يصيب آباءكم إذا خالفتموهم وإنما يصح هذا ممن يقولون بأن بعد الموت عذابا فلا معنى لقولكم إنا لا ننسب آباءنا بعد موتهم إلى الضلال وكيف وأنتم تربطون الركائب على قبور الأكابر وأما في التوحيد فتقولون خالق السماوات والأرض هو الله تعالى لا غير ثم تقولون هو إله الآلهة وترجعون إلى الشرك وأما في قول النبي صلى الله عليه وسلم فتقولون إنه مجنون ثم تقولون له إنك تغلبنا بقوة جدلك والمجنون كيف يقدر على الكلام المنتظم المعجز إلى غير ذلك من الأمور المتناقضة ثم قال تعالى يؤفك عنه من أفك وفيه وجوه أحدها أنه مدح للمؤمنين أي يؤفك عن القول المختلف ويصرف من صرف عن ذلك القول ويرشد إلى القول المستوي وثانيها أنه ذنب معناه يؤفك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وثالثها يؤفك عن القول بالحشر ورابعها يؤفك عن القرآن وقرأ يؤفن عنه من أفن أي يحرم وقرأ يؤفك عنه من أفك أي كذب وللتوضيح أقول قوله تعالى يؤفك عنه من أفك عامة القراء على بناء الفعلين للمفعول يؤفك وأفك عامة القراء على بنائهما للمفعول وقرأ ابن جبير وقتاد يؤفك عنه من أفك الأول مبنيا للمفعول والثاني مبنيا للفاعل أي يؤفك عنه من أفك الناس عنه وهم قريش وقرأ يؤفن عنه من أفن بالنون فيهما أي يحرمه من حرم من أفن الضرع إذا نهكه حلبا كذا قال أبو حيان في البحر المحيط ثم قال تعالى قتل الخراصون وهذا يدل على أن المراد من قوله لفي قول مختلف أنهم غير ثابتين على أمر وغير جازمين بل هم يظنون ويخرصون ومعناه لعن الخراصون دعاء عليهم بمكروه ثم وصفهم فقال الذين هم في غمرة ساهون وفيه مسألتان إحداهما لفظية والأخرى معنوية أما البسألة اللفظية فقوله ساهون يحتمل أن يكون خبرا بعد خبر والمبتدأ هو قوله هم وتقديره هم كائنون في غمرة ساهون فشبه الجملة في غمرة متعلق بمحذوف هو الخبر الأول تقديره هم كائنون في غمرة وقوله ساهون هو الخبر الثاني كما يقال زيد جاهل جائر لا على قصد وصف الجاهل بالجائر بل على قصد الإخبار بالوصفين عن زيد ويحتمل أن يكون ساهون خبرا وقوله في غمرة ظرف له كما يقال زيد في بيته قاعد يكون الخبر هو القاعدة لا غير وقوله في بيته لبيان ظرف القعود كذلك قوله في غمرة لبيان ظرف السهو الذي يصحح وصف المعرفة بالجملة ولولاها لما جاز وصف المعرفة بالجملة وأما المسألة المعنوية فهي أن وصف الخراص بالسهو والانهماك في الباطل يحقق كون الخراص صفة ذنب وذلك لأن ما لا سبيل إليه إلا الظن إذا خرصه الخارص وأطلق عليه وصف الخراص لا يكون ذلك مفيد نقص كما يقال في خراص الفواكه والعساكر وغير ذلك وأما الخرص في محل المعرفة واليقين فهو ذنب فقال تعالى قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون للذين تعين طريقهم في التخمين والحزر هؤلاء ليسوا مذمومين وقوله تعالى ساهون بعد قوله في غمرة يفيد أنهم وقعوا في جهل وباطل يعني التقدير قتل الخراصون الذين هم جاهلون ساهون هذا معنى قوله في غمرة وهذا يدل على أن الخرص هنا مذموم لأنه في موضع اليقين أما في الأمور التي يحتاج تقديرها إلى الظن كما في خرص الفواكه والعساكر فالوصف بكونه خراسا لا يكون ذم وقوله تعالى ساهون بعد قوله في غمرة يفيد أنهم وقعوا في جهل وباطل ونسوا أنفسهم فيه فلم يرجعوا عنه ثم قال يسألون أيان يوم الدين فإن قيل الزمان يجعل ظرف الأفعال ولا يمكن أن يكون الزمان ظرفا لظرف آخر أو لزمان آخر وها هنا جعل أيان ظرف اليوم فقال أيان يوم الدين ويقال متى يقدم زيد فيقال يوم الجمعة ولا يقال متى يوم الجمعة والجواب عن هذا الإشكال أن التقدير متى يكون يوم الجمعة وأيان يكون يوم الدين فيكون الزمان ظرفا للفعل يكون وأيان من المركبات ركب من أي التي يقع بها لاستفهام وآن التي هي الزمان أو من أي وأوان فكأنه قال أي أوان فلما ركب بني وهذا منهم جواب لقوله وإن الدين لواقع فكأنهم قالوا أيان يقع على سبيل الاستهزاء قالوه استهزاء وترك المسؤول في قوله يسألون حيث لم يبين يسألون من يدل على أن غرضهم ليس الجواب وإنما يسألون استهزاء إذن قولهم أيان يوم الدين جواب لقوله وإن الدين لواقع فكأنهم قالوا أيان يقع على سبيل الاستهزاء وترك المسؤول في قوله يسألون حيث لم يبين من المسؤول أو لم يبين يسألون من يدل على أن غرضهم ليس الجواب وإنما يسألون استهزاء وقوله تعالى يومهم على النار يفتنون يحتمل وجهين أحدهما أن يكون جوابا عن قولهم أيان يقع وحينئذ كما أنهم لم يسألوا سؤال مستفهم طالب لحصول العلم كذلك لم يجبهم جواب مجيب معلم مبين حيث قال يومهم على النار يفتنون وجهلهم بالثاني أقوى من جهلهم بالأول ولا يجوز أن يكون الجواب بالأخفى فإذا قال قائل متى يقدم زيد فلو قال المجيب يوم يقدم رفيقه ولا يُعلم يوم قدوم الرفيق لا يصح هذا الجواب فإذا قال القائل متى يقدم زيد فلو قال المجيب يوم يقدم رفيقه ولا يُعلم يوم قدوم الرفيق لا يصح هذا الجواب إلا إذا كان الكلام في صورة جواب ولا يكون جوابا أي يكون الكلام في ظاهره جوابا وفي حقيقته لا يكون جوابا كما أن القائل إذا قال لمن يعد عدة ويخلفها إلى متى هذا الإخلاف فيغضب ويقول إلى أشأم يوم عليك الكلامان في صورة سؤال وجواب ولا الأول يريد به السؤال الأول لا يريد به السؤال ولا الثاني يريد به الجواب فكذلك هاهنا قال يومهم على النار يفتنون مقابلة لاستهزائهم بالإيعاد لا على وجه الإتيان بالبيان والثاني أن يكون ذلك ابتداء كلام تمامه في قوله تعالى ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون فإن قيل هذا يفضي إلى الإضمار نقول الإضمار لا بد منه لأن قوله ذوقوا فتنتكم غير متصل بما قبله إلا بإضمار تقديره يقال لهم يقال لهم ذوقوا فتنتكم وقوله يفتنون قيل معناه يحرقون والأولى أن يقال معناه يعرضون على النار عرض المجرب الذهب على النار وكلمة على تناسب ذلك ولو كان المراد يحرقون لقال بالنار أو في النار وهذا أليق لكنه قال يومهم على النار يفتنون لأن الفتنة هي التجربة فإن قيل فإذا جعلت يومهم على النار يفتنون مقولا لهم ذوقوا فتنتكم فما قوله هذا الذي كنتم به تستعجلون قلنا يحتمل أن يكون المراد كنتم تستعجلون بصريح القول كما في قوله تعالى حكاية عنهم ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وقولهم فأتنا بما تعيدنا وقول الله عز وجل وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم إذن يحتمل أن يكون المراد كنتم تستعجلون بصريح القول كما في الآيات المذكورة وغيرها يدل عليه هاهنا قوله تعالى يسألون أيان يوم الدين فإنه نوع استعجال ويحتمل أن يكون المراد لاستعجال بالفعل وهو الإصرار على العناد وإظهار الفساد فإنه يعجل العقوبة أي أنه استعجال بلسان الحال لا بلسان المقال ثم قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون يقول الإمام بعد بيان حال المغترين المجرمين بيّن عز وجل حال المحقين المتقين جريا على عادة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب والوعد والوعي وفيه مسائل المسألة الأولى قد ذكرنا أن المتقي له مقامات أدناها أن يتقي الشرك وأعلاها أن يتقي ما سوى الله عز وجل وأدنا درجات المتقي الجنة فما من مكلف اجتنب الكفر إلا ويدخل الجنة فيرزق نعيمها المسألة الثانية الجنة تارة وحدها كما قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون وأخرى جمعها كما في هذا المقام قال إن المتقين في جنات وتارة ثناها فقال تعالى في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم قال ومن دونهما جنتان فما الحكمة فيه مرة جاء على الإفراد وجاء على التثنية لفظ الجنات وجاء على الجمع ذكرت الجنة مفردة وذكرت الجنتان بالتثنية وذكرت الجنات بالجمع فما الحكمة فيه نقول أما الجنة عند التوحيد فلأنها لاتصال المنازل والأشجار والأنهار كجنة واحدة وأما حكمة الجمع فلأنها بالنسبة إلى الدنيا وبالإضافة إلى جنانها جنات لا يحصرها عدد وأما التثنية فسنذكرها في سورة الرحمن إن شاء الله غير أننا نقول هاهنا الله تعالى عند الوعد وحد الجنة وكذلك عند الشراء حيث قال في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة عند الوعد وعند الشراء وحدها وعند الإعطاء جمعها إشارة إلى أن الزيادة في الوعد موجودة والإخلاف ما لو وعد بجنات ثم أعطاه جنة واحدة لأنه دون الموعود المسألة الثالثة قوله تعالى وعيون يقتضي أن يكون المتقي فيها ولا لذة في كون الإنسان في ماء أو غير ذلك من المائعات نقول معناه في خلال العيون وذلك بين الأنهار بدليل أن قوله تعالى في جنات ليس معناه إلا بين جنات وفي خلالها لأن الجنة هي الأشجار وإنما يكون بينها كذلك القول في العيون والتنكير مع أنها معرفة للتعظيم يقال فلان رجل أي عظيم في الرجولية وبهذا فرغ الإمام من تفسير الآية الخامسة عشرة ونقف عند الآية السادسة عشرة وهي قوله تعالى آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر